الحقيقة خلال الساعات الأوليلة اللي فاتت لاحظت أن بعض المحللين والإعلاميين أكيد طبعا لا ينتمون للنادي الأهلي أو لا يشجعون للنادي الأهلي بيحاولوا أن يقوموا بمحاولات للتشويه لعبة النادي الأهلي والتقليل منهم فنيا حاجة غريبة جدا يعني فمثلا أنا الحاجات اللي زي دي أنا معرفش إزاي واحد فني أو محلل يطلع يتكلم ويقولك مروان عطيها لعب محدود وما استحقش الانضمام للنادي الأهلي طيب مروان عطيها لعب محدود ولا يستحقش الانضمام للنادي الأهلي مروان عطيها لعب محدود ولا يستحق الانضمام لمنتخب مصر مروان عطيها هو واحد بيلعب في منتخب مصر وفي النادي الأهلي بيلعب في أهم منتخب في القرى الأفريقية وأهم نادي في القرى الأفريقية طب يا سيدي بيقولك إيه هو عم وحش عجبنا وإحنا بنصق فيه حضرتك زعلان ليه هتفضل تضرب اضرب لكن كل جمهور نادي الأهلي بيحب مروان عطيها مش كل جمهور نادي الأهلي بالمناسبة كل جمهور مصر بيحب مروان عطية فهناك محاولات للضرب والنيل فنيا من لعبة النادي الأهلي والتقليل منهم أو محاولة التقليل منهم وزعزعت كل واحد بيبقى عنده ثقة في نفسه هي الأهم فبالتالي أهم حاجة بالنسبة لي وأنا أعب أتفرج وأنا هنا بقول رسالة للعابين خلي بالك من أن هناك بعض من لا يشجع النادي الأهلي جاية لحضراتكم الفترة اللي جاية علشان يخبط فيكم خصوصا قبل مباراة الزمالك خصوصا قبل مباراة الزمالك لأنه هو مش عايزك تبقى كويس عايز الأعمدة الرئيسية في فريق النادي الأهلي اللي هم كتير جدا الحداشر اللي بيلعبوا عايز يضرب فيهم علشان يسهل لما هو قاد كل دا احنا عارفينه وعارفين دا ليه وبيحصل دلوقتي ليه وموجة الهجوم الشديد على لعابة النادي الأهلي إيه السبب فيها عشان كده أنا بطالب كل جماهين النادي الأهلي بدعم جميع اللاعبين مش لعيب واحد دعم جميع اللاعبين ياخدوا بالهم من بعض اللعيبة تاخد بالها من بعض والجمهور ياخد باله من اللعيبة لأن هناك قلة مندسة على السوشال ميديا مش أهلوية هنا لا أتكلم على جمهور النادي الأهلي إطلاقة أمور النادي الأهلي مهما يقوله مهما يعمل على دماغنا من فوق كلنا كأهلوية ولكن هناك قلة مندسة في السوشال ميديا لبعض باللعي وشجع النادي الأهلي بتحاول إن هيئة تهاجم بعض اللاعبين بالإفتراء والكذب إمام عشور واحد من أفضل اللاعبين خلال الفترة الأخيرة سواء مع المنتخب أو لما رجع مع النادي الأهلي تخيلوا حضراتكم إن أنا أطلع أقول إن إمام عشور ما عندوش فكرة طب أنا مين حيصدقني؟ طب أستنى شوية لما اللعيبة يبقى كويس يبقى وحش أنا آسف يعني استنى لما أمام يبقى وحش أو يؤدي مطشين تلاتة وحشين مثلا ولكن بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله إمام بيؤدي بشكل جيد مروان عطية بيؤدي بشكل جيد أفشا مبارح بيؤدي بشكل جيد مودست لما نزل جاب جنو أدى بشكل جيد وسامة كلهم مبارح إمام تحديدا حصل على جايزة أفضل لعب في المباراة الناس اللي بتهجموا يعني استنى شوية أصبر يا أخي حتى الهجوم والنقد حرفة أصبر شوية أنت بتقلل من قيمة وجودة اللاعبين ليه جوا النادي الأهلي أول ما حضرتك تشوف مثل هؤلاء الأشخاص تعرف على طول أن اللي بيتكلم ده إما حاقد أو عنده أو عنده عنده غل وحق ضد بعض لعب النادي الأهلي لأنه أكيد مش أهلاوي أكيد مليون في المئة مش أهلاوي لأنه الأهلوية حتى لما بينتقدوا أداء فريقهم بينتقدوا أداء فريقهم بشكل جيد وبشكل محترم عايزين ينتقدوا بما هو الأهلوية بينتقدوا على فكرة ما عنده محدش بيبع عنده مشكلة في انتقاد الأهلوية لبعض اللاعبين لكن في بعض الاستوديوهات اللي حضرتكم عارفينها شغلهم خلال الفترة الثلاثة أربعة تيام اللي فاتوا دول والفترة القادمة إثارة المشاكل داخل القلعة الحمراءة خلي بالكم حيحاولوا يؤثروا سلبيا على كل اللاعبين في ظل الانتصارات والأداء المتميز من لعب النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة نخترع بقى أخناعات أزمات كل يوم ملف نفتحه النهاردة كهرباء تخانق مع كولر فكولر طلع رد وكهرباء طلع رد فخلاص الموضوع تقفل طب نشوف حد تاني يخش على أمام عشور يلا على أمام عشور أمام عشور طلع رد والدنيا هديد مفيش حاجة خش على مروان عطية مروان عطية بيؤدي بشكل جيد جوا الملعب طب نشوف حد تاني وحتفضل الأيام اللي جاية كده لكن حضرتك عايز تقول رأيك على فكرة أنت ممكن تنتقد وتقول رأيك الفني محدش فينا هيبقى عنده مشكلة للمرة المليون بقول هذه الكلمة ولكن محنا ممكن في بعض الأوقات بننتقد لعب النادي الأهلي لكن كل اللي بيحصل ده من بعض من لا يشجع النادي الأهلي هدفه الرئيسي هو عدم استقرار القلع الحمراء ولكن أنا شخصيا كل ثقة في نجمنا ولعب النادي الأهلي اللي مركزين في شغلهم بس بيفكرواش في حاجة تانية مفيش مجال أن مثل هذه الأمور على سوشال ميديا تؤثر على مسيرة الفريق فعشان كده دايما أنا بقول لحضراتكم خدوا بالكم من مثل هذه الأمور خلي بالكم فريقكم بيتعرض وسيتعرض بيتعرض خلال هذه الفترة لعبتكم والفترة القادمة تحديدا قبل مباراة الزمالك هيتعرضوا لهجوم شديد بدأنا بكهربا وبعدين إمام عشور وبعدين دلوقتي مروان وبعدين هيتخش على ربي ربيع ويقولك أنت مش عارف إيه وبعدين فلان وعلان ونخش بقى التلات أربع خمس ايام اللي جاية هتلاقي دايما فيهم مثل هذه الأمور لكن احنا الحمد لله والشكر لله فريق جيد فريق عنده ثقة في نفسه وجمهوره عنده ثقة فيه فخلي بالنا من مثل هذه الأمور